السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في قرشي جنا النهر ده هنام من مع بعض مفرش وحدات هو مستطيل وكمان ممكن الواحدة تستخدميها كمان نديل للنيش او مناديل للانتباه الخيوط المستخدمة انا هستخدم اليس ملي الفتلة ديت رفيا وفيها كمان لمعه شكلها حلو وهاستخدم معي برقم اثنين ونص يلا بينا نبدأ بس قبل ما نبدأ يريد تدعمينا بلايك وشيف ولو جديدة معنا تشتركي في القناة وتفعل الجواز عشان يوصل للك كل جديد ان شاء الله نبدأ بسم الله اول حاجة هنعملها رقدة البداية بعد كده واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ست ست سلاسل هبقوا على اول سلسلة باخد منزرك انا كده قفلت الداية بعد كده برتفع سلسلة واحدة ومن داخل الفراج بتاع الداية باخد اول جبزة حشو واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة وهكملهم ستاشة بربزة حشو انا بجع تاني انا كده اشتغلت ستاشة بربزة حشو هاجي هنا في اول جبزة بادخل بالقبع كده وبسحب الخيط وباخد منزرك كده افلت الدور الاول بعد كده سلسلة واحدة وفي نفس المكان باخد اول جبزة حشو الجبزة اللي بعدها جبزتين حشو واحد اثنين تلاتة سلسلة فقفلت الجبزة بتاعت الحشو بادخد بالعرض بشكل ده تحت الخيطين وباسحب الخيط وباخد منزركة كده عملت بيكو بعد كده باشتغل اثنين جبزة حشو في الجبزتين اللي عليهم الدور اللي هي التالتة وبابعة يبقى الاولى والتاني اشتغلنا فيهم جبزتين حشو وبعد كده ابتفعنا تلات سلاسل وخدنا منزركة وخدنا جبزة البيكو بعد كده اشتغلت في التالتة وبابعة جبزتين حشو بعد كده واحد اثنين تلاتة سلسلة كفراج والجبزة رقم خمسة هنشتغل فيها جبزة حشو والجبزة رقم ستة هنشتغل فيها جبزة حشو بعد كده واحد اثنين تلاتة سلسلة وفي قفلة الجبزة رقم ستة بادخل وباسحب الخيط بمنزلكة بحيث ان انا اعمل جبزة البيكو عملت البيكو يبقى سبعة هاخدها حشو تمانية هاخدها حشو وبابدأ كارتين واحد اثنين تلاتة سلسلة كفراج وبياخد التسعة الجبزة التسعة فيها جبزة حشو والجبزة العشرة فيها جبزة حشو بعد كده برتفع واحد اثنين تلاتة سلسلة وفي قفلة الجبزة بادخل بالابع وبياخد منزلكة عشان اعمل البيكو بعد كده الجبزة اللي 11 باخد فيها جبزة حشو الجبزة اللي 12 باخد فيها جبزة حشو بعد كده باشتغل واحد اثنين تلاتة سلسلة كفراج الجبزة بقم 13 باخد فيها جبزة حشو الجبزة بقم 14 باخد فيها جبزة حشو وهاشتغل واحد اثنين تلاتة سلسلة وفي قفلة الجبزة هدخل وياخد منزلكة وكده انا عملت البيكو بعد كده هيتبقى عندي الجبزة بقم 15 والجبزة بقم 16 ودولة اخر حاجة عندي طيب بعد كده واحد بس سلسلة لانا كنت باخد تلاتة سلسلة كفراج لا هاخد سلسلة واحدة ولافة على الابع وشايفين اول جبزة حشو اخدناها هدخل فيها بالشكل ده وهاخد نص عمود ليه خدت نص عمود في اخر حاجة عشان ابقى في وسط الفراج شايفين بقيت في وسط الفراج ازاي بتاع السلسل يبقى انا خدت سلسلة واحدة ونص عمود في جبزة وقفلت بيه الدور عشان اعمل التلات سلاسل بتوعي اللي هما كفراج بقى عندي كام دلوقتي فراج واحد اثنين تلاتة اربع اربع فراجات من تلاتة سلسل بعد كده بقى بتفع واحد اثنين تلاتة سلسلة وده كاول عمود معانا في الدور التالت بعد كده واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة ودولة كفراج وفي نفس المكان باخد عمود يبقى انا عملت حرف الفي عبارة عن تلات سلاسل اللي اعتبر بتهم عمود يبقى عمود خمسة سلسلة عمود وده في اول فراج بعد كده واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة خمس سلاسل ولفع الابر هبروح الفراج التاني بتاع التلات سلاسل من الداخل بتاع كده هاخد عمود خمسة سلسلة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة لفع الابر في نفس المكان عمود واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ولفع الابر بروح الفراج التالت بتاع الثلات سلاسل باخد عمود واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة خمس سلاسل ولفع الابر في نفس المكان عمود بعمل حرف ال V واحد اتنين تلاتة اربعة خمس كمس سلاسل ولفع الابرة وبروح الفراج بربع بتاع التلات سلاسل وباخد فيه حرف ال V اللي هو عبارة عن عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة عمود بشتغل في كل فراج من الفراجات التلات سلاسل حرف ال V عمود خمسة سلسلة عمود بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهقفل الدور بازاي شايفين اول حاجة بتفعتها وقلت كأنها اول عمود واحد اتنين وفي تالت سلسلة بدخل وبعمل منزلقة كده قفلت الدور انا كده خلست الدور التالت هنبتدي الدور بربع واحد اتنين تلاتة سلسلة وده هاتبه اول عمود معي في الدور ابربع لفعل ابربع من داخل الفراج بتاع حرف ال V هاخد العمود التاني والعمود التالت والعمود والعمود الخامس والعمود السادس والعمود السابع والعمود التامن الرفع الابر من فوق العمود بتاع حرف الفي التاني هاخد العمود التاسع بعد كده تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة عندي هنا فرار بتاع الخمس سلاسل باخد فيه حشو واحد اتنين تلاتة سلسلة هيقبني حرف الفي التاني اول عمود فوقي عمود بعد كده من داخل الفرار بابدأ قعد العمود التاني العمود التالت العمود البربع العمود الخامس العمود السادس العمود السابع العمود التامن والعمود التاسع برده من على العمود التاني بتاع حرف الفي لان حرف الفي عندنا لها عمودين بدخل كده العمود وباخد العمود التاسع بعد كده بقارتين واحد اتنين تلاتة سلسلة والفرار بتاع الخمس سلاسل باخد فيه حشو واحد اتنين تلاتة سلسلة وبروح هنا حرف الفي عندي فيه عمودين الضلعين بتوع حرف الفي الضلع الاول باخد فوقي عمود من داخل حرف الفي باخد سبع عمود على الضلع التاني بتاع حرف الفي باخد العمود رقم تسع نشوف احنا اشتغلنا ايه في الدور الرابع كده ناوله عشان الجميع اللي بيكتبه اول حاجة بابتفع تلاتة سلسلة هنا وبعتبر اول عمود معي في الدور الرابع بعد كده من داخل الفرار بتاع حرف الفي باخد سبع عمود بيبقى عندي تمانية عمود بالابتفاع بعد كده العمود التاسع برضو من على الضلع التاني بتاع حرف الفي تلاتة سلسلة ومن الفرار بتاع الخمس سلاسل باخد حشو تلاتة سلسلة وبروح حرف الفي الجديد اول ضلع باخد فوقي اول عمود من داخل حرف الفي باخد سبع عمود بيبقى تمانية عندي التاسع برضو على الضلع التاني بتاع حرف الفي بيبقى عندي تسعة عمود ثلاثة سلسلة ومن الخراج بتاع الخمس سلاسل باخد حشف ثلاثة سلسلة وبروح حرف الفي اكرر على العمود الاول باخد عمود من داخل حرف الفي سبعة على الضلع التاني بتاع حرف الفي باخد عمود يبقى بيتكون عندي تسعة عمدان وبنكرر لنهاية الدور الرابع وبنرجع في الدور الخامس انا كده قربتها في الدور الرابع عملت الثلاثة سلسلة وهاجي هنا في الارتفاع واحد اتنين وفي تالت سلسلة بدخل وبعمل منظرك كده انا قفلت الدور الرابع بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة وده كاول عمود معي في الدور الخامس وسلسلة ودية كفاصل ما بين العمود والعمود ولفع الابرع باخد العمود التاني سلسلة بعمود الثالث سلسلة بعمود الربع سلسلة بعمود الخامس سلسلة بعمود السادس سلسلة العمود السابع سلسلة العمود الثامن سلسلة العمود التاسع يبقى انا اشتغلت تسعة عمود ما بين كل عمود وعمود سلسلة واحد واحد اتنين تلاتة سلسلة ولفها الابا وهفوت بقى الحشو اللي في الوسط ديت وابح على التسعة عمود هشتغلهم تسعة عمود ما بين كل عمود وعمود سلسلة العمود الاول كتب الشكل ده وبشتغل سلسلة واحدة العمود التاني سلسلة العمود التالت سلسلة العمود برابع سلسلة العمود الخامس سلسلة العمود السادس سلسلة العمود السابع وباخد سلسلة العمود التامن سلسلة العمود التاسع ونبدأ نقرأ في واحد اتنين تلاتة سلسلة وهروح على التسع عمود هاشتغل لهم تسع عمود ما بين كل عمود وعمود سلسلة نشوف احنا اشتغلنا ايه من بداية الدور الخامس اول حاجة عملتها بتفعت تلاتة سلسلة كاول عمود معي في الدور الخامس بعد كده سلسلة كفاصل ما بين العمود والعمود بعد كده اخدت العمود التاني وسلسلة العمود التالت سلسلة رابع سلسلة واخدت العمود الخامس سلسلة العمود السادس سلسلة العمود السابع سلسلة العمود الثامن سلسلة العمود التاسع بعد كده ثلاث سلاسل وباكبر تاني باشتغل التسع عمود ما بين كل عمود وعمود سلسلة وهنكرر كده لنهاية الدور الخامس ونبقى في الدور السادس انا كده خلصت الدور الخامس وقفلت في تالت سلسلة من الابتفاع لان رابع سلسلة هي الفاصل ما بين العمود الاول والعمود التاني بعد كده ما بين العمود الاول والعمود التاني هادخل بالابرة كده وهاخد منزركة عشان ابقى في الوسط بعد كده هابتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة وده بداية الدور السادس معي ولفع الابرة من نفس الفراغ هاخد العمود التاني بس مش هكمله يعني ايه مش هكمله يعني هخرج من الحلقتين بس لفع الابرة وهاخد العمود التالت ولفع الابرة بخرج من الحلقتين بس يتبقى عندي تلات حيود لفع الابرة بخرج منهم كلها كده انا عملت تلاتة او تلاتة متصلين بعد كده باخد واحد اتنين سلسلة بعد كده اللفع الابرة الفراغ التاني ما بين العمود التاني والتالت الفراغ كده بادخل وباخد تلاتة عمود متصل يعني ايه؟ يعني بخرج من حلقتين بس ومش بخلص العمود ولفها العبرة العمود التاني ولفها العبرة بخرج من حلقتين بس ولفها العبرة باخد العمود التالت ولفها العبرة بخرج من حلقتين بس هيت بقى عندي اربع حلقات لفها العبرة بخرج منهم كلها ببدأ عيد تاني واحد اتنين سلسلة ولفها العبرة بروح الفراغ التالت باخد فيه ثلاثة عمود متصل العمود الاول هو مش بكمله العمود التاني هو مش بكمله العمود التالت هو مش بكمله لفعل ابقى بخرج منهم كله وبابدأ اقرب واحد اتنين سلسلة الفراغ رابع بالشكل ده باخد ثلاثة عمود متصل بخرج من حلقتين بس بيتبقى عندي اربع خيوط ادي كده واحد اتنين سلسلة لفعل ابقى باخد في الفراغ اللي عليه الدور ثلاثة عمود متصل بخرج من حلقتين بس ومش بكمل العمود للنهاية لفعل ابقى بخرج منهم كله واحد اتنين سلسلة على الفراغ اللي عليه الدور باخد ثلاثة عمود متصل بالشكل ده يعني ايه ثلاثة عمود متصل يعني بخرج من حلقتين بس من العمود ما بخلص العمود للنهاية واحد اتنين سلسلة لفعل ابقى الفراغ اللي عليه الدور بسحب الخيط بالشكل ده لفعل ابقى بخرج من حلقتين بس ولفعل ابقى كمان باخد العمود التاني لفعل ابقى بخرج من حلقتين بس لفعل ابقى باخد العمود رقم تلاتة ولفعل ابقى بخرج من حلقتين بس بتبقى عندي اربع خيوط لفعل ابقى بخرج منهم كلهم واحد اتنين سلسلة والفراغ الاخير عندي ما بين العمود التامن والتاسع بسحب الخيط ولفعل ابقى بخرج من حلقتين بس ومش بكمل العمود للنهاية ولفعل ابقى باخد العمود التاني وببدو بخرج من حلقتين بس ومش بكمل للنهاية لفعل ابقى باخد العمود التالت ولفعل ابقى بخرج من حلقتين بس بتبقى عندي اربع خيوط لفعل ابقى بخرج منهم كلهم بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة شايفين الوحدة بقت عندي عاملة زي. فكل فراغ خط عندي تلاتة عمود متصل ما بين العمود والعمود باخد تلاتة عمود. متصل. وما بين الواحدة والواحدة باخد تلاتة سلسلة. لفعه الابعة بروح الفراغ الاول لما بين LAWAy اللامود الاول والعمود التاني باخد تلاتة عمود متصل. بالشكل ده. بعد كده واحد اتنين سلسلة الفراج التاني بياخد تلاتة عمود متصل العمود التاني العمود التالت هدي كده بخرج منهم كلهم واتنين سلسلة وبنكرر طيب نشوف احنا ايه كده من بداية الدور السادس اول حاجة اخدت فيها منزلقة ما بين العمود الاول والعمود التاني عشان ابقى في الوسط وابتفعت تلات سلاسل ودولت كاول عمود بعد كده العمود التاني والعمود التالت اخدتهم متصلين مع السلاسل بقى عندي تلات عمود متصل اتنين سلسلة وبحت الفراج التاني اشتغلت تلات عمود متصل اتنين سلسلة وفي الفراج التالت اشتغلت تلات عمود متصل يبقى في كل فرق باشتغل 3 عمود متصل ما بينهم 2 سلسلة خلصنا الوحدة بنشتغل 3 سلسل كفاصل ما بين الوحدة والوحدة وهنبدأ نشتغل هتلاقي شغلك صح لما انت تعدي المجموعات بتاعة 3 عمود متصل عندنا كام دلوقتي 1 2 3 4 5 6 7 8 اتكون عندي 8 مجموعات من 3 عمود متصل كده يبقى انت ماشي يا صح 3 سلسلة وبتقرري لنهاية الدور السادس ونبجع في الدور السابع انا كده اضطت اخلص الدور السادس خلصت اخر 3 عمود متصلين بعد كده المفروض اعمل 3 سلاسل لانا هعمل سلسلة واحدة ولفع الابر وهروح هنا في قفلة 3 عمود بدخل وبعمل نص عمود عشان ابقى في وسط الفراج بالزبط بتاع 3 سلاسل بعد كده بارتفع 1 2 3 4 سلسلة وده كاول عمود معي بلفتين في الدور السابع بعد كده 1 2 3 سلسلة كفراج ولفتين على الابره وفي نفس المكان باخد العمود التيني بلفتين باخد من حلقتين في حلقتين في حلقتين بقى عندي حرف الفي بس عمود بلفتين 3 سلسلة عمود بلفتين 3 سلسلة 1 2 3 سلسلة لفع الابره شايفين ما بين التلاتة عمود المتصلين والتلاتة عمود المتصلين او الكلاستر بالكلاستر الفراج اللي ما بينهم كده بتاع الاتنين سلسلة بادخلوا بايخوا التلاتة عمود متصلين وخلاص احنا عرفنا التلاتة عمود متصلين يعني ما باشتغلش العمود لنهايته بخرج من حلقتين بس بعد كده بيتكون عندي اربع خيوط لفع الابره بخرج منهم كلها واتنين سلسلة لفع الابره بروح الفراج التاني ما بين الكلاستر وكلاستر اهو باخد تلاتة عمود متصلين العمود الاول العمود التاني العمود التالت لفع الابره بخرج منهم كلهم واحد اتنين سلسلة وبنكبر تاني العمود الاول ومش بكمله العمود التاني ومش بكمله العمود التالت ومش بكمله ولفع الابره بخرج منهم كلهم واحد اتنين سلسلة لفع الابره باخد المجموعة المجموعة ببع العمود الاول العمود التاني العمود التالت يفعل الاب له برد منه كلهم واحد اتنين سلسلة بروح الفراغ الجديد باشتغل المجموعة الخامسة العمود الاول مش بكمله corporate والتاني مش بكمله والتالت ومش بكمله يفعل اب chickens بخرج منهم كلهم واحد اتنين سلسلة بروح الفراغ اللي على الدور بايخد المجموعة رقم ستة العمود الاول ومش بكمله التاني مش بكمله والتالت ومش بكمله ولفع الابرة بخرج منهم كلها واحد اتنين سلسل لفع الابرة باخد المجموعة رقم سبعة الدور اللي فات كان عندنا تمن مجموعات الدور ده هيبقى عندنا سبع مجموعات بس بيقل له واحدة في كل دور العمود التالت ومش بكمله لفع الابرة بخرج منهم كلها بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة كان عندي فراج هنا من تلس سلاسل لفتين على الابرة ومن داخل الفراج هياخد عمود بلفتين واحد اتنين تلاتة سلسلة ولفتين على الابرة ومن نفس الفراج باخد العمود التاني يبقى انا اشتغلت حرف بي بس بعمود بلفتين عمود بلفتين تلاتة سلسلة عمود بلفتين جاءت عندي حرف الفي بعد كده بنكرتين واحد اتنين تلاتة سلسلة وهبروح على اول فراج بين الكلاستر والكلاستر باخد كلاستر اللي هو عبارة عن تلاتة عمود بلفة واحدة متصلين العمود التالت بالشكلاتة باخد منهم كلها واتنين سلسلة فراج اللي عليه الدور باخد فيه المجموعة تانية العمود الاول ومش بكمله والعمود التانية ومش بكمله والعمود التالت ومش بكمله لفعل ايبا باخد منهم كلها واتنين سلسلة وبنكرت طب نشوف اشتغلنا ايه من بداية الدور السابع. اول حاجة لما جيت اقفل الدور السادس مقفلتش بالتلس سلاسل عادي لأعملت سلسلة واحدة ونص عمود قفلت في القفلة بتاعت الكلاستر الاولى بالشكل اده. بعد كده بقيت في منتصف الفراج بالزبط لما عملت آآ قفلت بنص عمود. بعد كده بابتفع باربع سلسلة ودك اول عمود بلفتين في الدور السابع. تلاتة سلسلة كفرار عمود بلفتين في نفس المكان. كده كول لي حرف ال V. بعد كده تلات سلاسل وباروح على اول فراج ما بين الكلاستر ولكلسطر. في فراج هنا اتنين سلسلة. هيشتغل من داخل الفراج جديد من تلاتة عمود. اتنين سلسلة وبشتغل الكلاستر التاني. اتنين سلسلة كلاستر التالت. لما خلص الفرارات كلها هيصبح عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. الدور اللي فات كان تمانية. الدور ده بقوم سبعة. تلاتة سلسلة وبنكرر تاني في الفراج بتاع التلات سلاسل باخد حرف الفي اللي هو عمود بلفتين. تلاتة سلسلة عمود بلفتين. تلاتة سلسلة وبنكرر تاني الكلاستر بتاعنا. وهنمشي بنفس النمط ده لنهائية الدور السابع ونرجع في الدور الثامن. انا كده خلصت الدور السابع وقفلت في اول عمود بمنزلكة. بعد كده بابتفع واحد اتنين تلاتة اربع سلسلة. وده كاول عمود بلفتين معنا في الدور الثامن. لفتين على الابره وفي نفس المكان باخد العمود التاني. يبقى انا اشتغلت فوق العمود تزايد. اتنين عمود بلفتين في نفس العمود. بعد كده واحد اتنين سلسلة. لفتين على الابره من داخل الفراج بتاع حرف الفي. هياخد عمود بلفتين. سلسلة واحدة. لفتين على الابره من نفس المكان هياخد عمود بلفتين. يعني اشتغلت حرف في جديد بس مكون من عمود بلفتين سلسلة عمود بلفتين. اتنين سلسلة. لفتين على الابره للضلع التاني بتاع حرف الفيه. باشتغل فوقية تزايد. اتنين عمود بلفتين في نفس المكان. بعد ده شكلها. بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة. لفة واحدة على الابره. الفراج اللي ما بين الكلاستب والكلاستب هدخل كده. واعمل كلاستب جديد. العمود الاول ومش هكمله. العمود التاني ومش هكمله. العمود التالت ومش هكمله. لفة على الابره بخرج منهم كلهم. اتنين سلسلة. لفة على الابره. والفراج التاني بعمل فيه كلاستر. العمود الاول. العمود التاني. العمود التالت. لفة على الابره بخرج منهم كلهم. كده انا عملت تلاتة كلاستر. تلات مجموعات كلاستر. باخد واحد اتنين تلاتة اربعة. خمس سلاسل. لفة على الابره. بروح الفراج اللي على الدور. باخد كلاستر من تلاتة عمود متصل. العمود الاول. العمود التاني. العمود التالت. لفة على الابره بخرج منهم كلهم. واحد اتنين سلسلة. لفة على الابره. بروح الفراج اللي على الدور. باخد كلاستر من تلاتة. عمود متصل لعمود التاني لعمود التالت لفع الابرة باخرج منهم كلهم واحد اتنين سلسلة لفع الابرة والفراج الاخير في الوحدة بعمل فيه كلاستر من تلاتة عمود متصل لعمود التاني لعمود التالت لفع الابرة باخرج منهم كلهم واحد اتنين تلاتة سلسلة شايفين انا اسمناهم اسمنا الوحدة كانت هي المفروض تبقى ست مجموعات كلاستر عملنا ثلاثة الأول بعد كده خمس سلاسل وتلاثة بعد كده تقسمت نصين بالشكلة بعد كده بنروح حرف ال V عشان نكورها بتاني لفتين على الإباء والضلع الأول بتاع حرف ال V بناخد فوقيه تزايد يعني اتنين عمود في نفس العمود بخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين لفتين على الإباء وباخد العمود التاني بلفتين بخرج من اتنين في اتنين في اتنين اتنين سلسلة بلفتين على الإباء ومن داخل حرف ال V باخد عمود بلفتين سلسلة واحدة لفتين على الإباء باخد العمود التاني من نفس الفراغ عملت حرف ال V داخل حرف ال V اتنين سلسلة لفتين على الإباء الضلع التاني بتاع حرف الفي بأخد عليه تزايد. اتنين عمود بلف تاني. عمود الاول العمود التاني. بعد كده بنبدأ نكاور بتاني واحد اتنين تلاتة سلسلة. عندي هنا الكلاستر اللي انا عملي المجموعات ما بين كل كلاستر وكلاستر الفراج بتاعه ده بنشتغل الكلاستر الجديد. بنشوف هنشتغلنا ايه من اول الدرب التامن. اول حاجة ابتفعت اربعة سلسلة ودولة اعتبرتهم كاول عمود بلفتين في الدرب التامن. بعد كده في نفس المكان خد العمود التاني بلفتين. يبقى اصبح عندي تزايد في العمود الاول. بعد كده اتنين سلسلة ومن داخل الفراج بتاع حرف الفي اخدت عمود بلفتين سلسلة عمود بلفتين. اتنين سلسلة وعلى الدلع الاخير بتاع حرف الفي اخدت عليه تزايد اتنين عمود بلفتين. تلاتة سلسلة وبحت الفراج الاول ما بين الكلاستر الاول والتاني اخدت كلاستر. اتنين سلسلة كلاستر في الفراج التاني. اتنين سلسلة كلاستر التالت في الفراج التالت. بعد كده اشتغلت خمس سلاسل واشتغلت هنا تلاتة كلاستر كمان في التلات فراجات البقية اصبح عندي مجموعتين المجموعة متكونة من تلاتة تلاتة مجموعة من كلاستر والفاصل خمس سلاسل بعد كده تلاتة سلسلة بنروح على حرف الفي الدلع الاول بنشتغل عليه اتنين عمود بلفتين اتنين سلسلة ومن داخل حرف الفي بنشتغل عمود بلفتين سلسلة عمود بلفتين. اتنين سلسلة. وعلى الضلع التاني بتاع حرف الفيب نشتغل عليه اتنين عمود بلفتين. وهنقرب بنفس النمط لنهاية الدور التامن. ونرجع في الدور التاسع. انا كده خلست الدور التامن. عملت تلاتة سلسلة. وهي جهنة. واحد اتنين تلاتة اربعة. ادخل كده في الربعة. لانه كان عمود بلفتين. واعمل منزلق. كده قفلت الدور التامن. بعد كده بارتفاع واحد اتنين تلاتة اربعة. ودك اول عمود بلفتين معنا في الدور التاسع. لفتين على الابر في نفس المكان هياخد العمود التاني. يبقى انا خدت تزايد على العمود الاول. الارتفاع اعتبرته عمود بلفتين. وخدت في نفس المكان عمود بلفتين. لفتين على الابر والعمود التاني هناخده عمود واحد. نخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين. كده عندي تلاتة عمود. بعد كده باخد واحد اتنين تلاتة سلسلة. لفتين على الابرة. العمود رقم تلاتة هياخد عليه عمود. بعد كده واحد اتنين سلسلة لفتين على الابرة ما بين العمود التالت والعمود الرابع بندخل كده. وبياخد عمود بلفتين. واحد سلسلة لفتين على الابرة في نفس المكان. هناخد عمود بلفتين. شايفين? في الفراج ما بين العمود التالت والرابع. بعد كده واحد اتنين سلسلة. العمود الرابع هناخد عليه عمود بلفتين. عمود واحد. بالشكلة. واحد اتنين تلاتة سلسلة لفتين على الابرة. عندي عمودين هنا. هياخد على اول عمود كده. عمود واحد. العمود الاكيب هياخد عليه تزايد. يعني اتنين عمود زي ما بدأنا في العمدان في البداية. بالشكل ده. العمود التاني بتاع التزايد اها. بأصبح عندي عشرة عمود بدل ستة عمود. نكمل. بعد كده. واحد اتنين تلاتة سلسلة. شايفين هنا? فراجات شكل الاناناسة. اول فراج ما بين الكلاستر والكلاستر. لفع الابرة كده وابروح اعمل كلاستر. ثلاثة عمود متصلين. العمود الاول. العمود الثاني. العمود الثالث. لفع الابرة بخرج منهم. كلها. واحد اتنين سلسلة. لفع الابرة. بروح للفعور الثاني باشترع الكلاستر من تلاتة عمود متصلين. العمود الاول مش بكمله. والتاني مش بكمله. والتالت ومش بكمله. ولفع الابرة بخرج منهم. كلهم. بعد كده. هاخد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة. عندي هنا فراج. كان الدور اللي فات من خمسة سلسلة. هروح في الوسط الفراج واخد حشو. واحد اتنين تلاتة سلسلة. وفي نفس الفراج هاخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة. بعد كده بروح بين الكلاستر والكلاستر الفراج اللي في الوسط ده باخد مجموعة كلاستر عبارة عن تلاتة عمود متصلين. يعني ايه متصلين يعني ما بكملش العمود للنهاية. بخرج من حلقتين بس. بعد كده بخرج منهم كلها. واحد اتنين سلسلة. لفع القبر. الفراج اللي بعده. باخد الكلاستر التاني. تاني عمود. تالت عمود. لفع القبر بخرج منهم كلهم. اصبح عندي هنا. شايفين? هنا بقى اتنين وهنا اتنين. الدور اللي كان عندنا تلات مجموعة. الدور ده بقى عندي مجموعتين. بعد كده. واحد اتنين تلاتة سلسلة. هيقبني هنا مجموعة العندان. كان عندي ستة عمود بلفتين. لفتين على القبر. واول عمود باخد فوقيه تزايد. العمود الاول. نفتين العمود التاني في نفس العمود. يبقى كده انا اشتجلت تزايد. في العمود الاول. طب العمود التاني هاخده عمود واحد. كده اصبح عندي في القرأة في البداية تلاتة عمود بدل اتنين. وبعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة. العمود التالت هشتجلت عليه عمود واحد. بالشكل اده. بعد كده واحد اتنين سلسلة. لفتين على القبر. شايفين ما بين العمود التالت واربع. احنا عندنا تحت واحد اتنين. تلاتة اربعة خمسة ست. التالت واربع الفراغ ده. هدخل واعمل عمود بلفتين. سلسلة واحدة. لفتين على الابر. وعمود بلفتين. بعد كده بقارتين واحد اتنين سلسلة. العمود رقم اربعة بشتجل عليه. عمود واحد. واحد اتنين تلاتة سلسلة. لفتين على الابر. العمود رقم خمسة هشتجل عليه عمود واحد. لفتين على الابر العمود رقم ستة هشتجل عليه تزايد. يعني اتنين عمود في نفس العمود. يبقى انا اشتجلت تزايد في العمود الاول والعمود رقم ستة. كده اصبح عندي كام عمود. اصبح عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر. عشر عمدان. اصبح عندي عشر عمدان بدل ستة. وبنبدأ نقارتين واحد اتنين تلاتة سلسل. وهنروح على مجموعة الكلاستر. هنبدأ نشتجل الكلاستر. طب نشوف احنا اشتجلنا ايه من بداية الدول. اول حاجة انا ابتفعت هنا اربع سلسلة واعتبرتهم اول عمود. بعد كده في نفس المكان في نفس العمود اخدت عمود. اصبح عندي تزايد في العمود الاول. بعد كده العمود التاني اشتجلت عمود واحد. تلاتة سلسلة. العمود رقم تلاتة اشتجلت عليه عمود واحد. اتنين سلسلة. بين العمود التالت والرابع في الفراغ بتاعه ده. اشتجلت عمود بلفتين سلسلة عمود بلفتين. اتنين سلسلة. واعلت العمود الرابع اشتجلت عمود واحد. تلاتة سلسلة. العمود الخامس اشتجلت عمود واحد. العمود رقم ستة اشتجلت عليه تزايد. اصبح عندي عشرة عمود بدل ستة عمود. تلاتة سلسلة وابحت الفراج الاول بين الكلاستر والكلاستر اشتجلت كلاستر اتنين سلسلة الفراج التاني اشتجلت كلاستر اصبح عندي اتنين مجموعة بدل تلات مجموعات بعد كده خمسة سلسلة وابحت الفراج اللي كان خمسة سلسلة ما بين الكلاستر والكلاستر هنا اشتجلت حشو بعد كده تلاتة سلسلة وحشو عملت الحلقة الصغيرة ديت زي ما انتم شايفين كده بعد كده خمسة سلسلة وبحت بين في الفراج اللي بين الكلاستر والكلاستر واشتغلت كلاستر اتنين سلسلة واشتغلت المجموعة التانية في الفراج التاني تلاتة سلسلة وبدأت اقرر تاني على عمدان العمود الاول اخدته تزايد العمود التاني عمود واحد تلاتة سلسلة العمود رقم تلاتة عمود واحد اتنين سلسلة ما بين العمود التالت وربعة اشتغلت عمود بلفتين اه سلسلة واحدة عمود بلفتين. اتنين سلسلة. العمودة بابعة اشتجلت عمود واحد. تلاتة سلسلة. العمودة الخامس اشتجلت عمود واحد. العمود السادس اشتجلت عليها تزايد. تلاتة سلسلة وهنبدأ نقرر تاني. وهنمشي بنفس النمط ده لانا كده خلست الدور التاسع وقفلت في اول عمود بمنزركة. بعد كده ارتفاع واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة وده كاول عمود بلفتين مع انا في الدور العشاء. لفتين على الابعة. العمود التاني. هياخده عمود. يبقى الاولين اعتبرته الارتفاع. وده العمود التاني. لفتين على الابعة. العمود التالت هارده تزايد. يبقى المراضي او الضرب ده هنتزايد في العمود التالت. اول عمود. تاني عمود. كده اصبح عندي اربعة عمود بلفتين بدل التلاتة. بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة. تعالوا بقى عشان ايه ما نتلربطش? احنا مش هنحسب التلاتة دول والتلاتة دول. هنقعد طبعوا انه عندنا اللي اربعة اللي في الوسط بس. عشان اللي هنقوله دلوقتي محدش تلربط فيه. لفتين على الابعة. اول عمود هارده عمود. اتنين سلسلة. شايفين الاول والتاني فيه فراجة ها بتاع اتنين سلسلة هناخد في وسطه عمود بلفتين. اتنين سلسلة لفتين على الابعة. خلاص اشتجلنا على اول عمود وفي وسط العمود الاول والتاني هنروح ما بين العمود التاني والتالت. هنا ما بين العمود التاني والتالت هناخد عمود اتنين سلسلة عمود يعني حرف الفي اتنين سلسلة وفي نفس المكان عمود بلفتين يبقى كده انا اشتغلت ما بين التاني والتالت حرف الفي عمود اتنين سلسلة عمود اتنين سلسلة لفتين على الابر ما بين التالت والربع هاخد عمود اتنين سلسلة. لفتين على الابعة. اربعة هاخد فوقي عمود. شايفين اللي في الوسط بقت عاملت زي? بعد كده تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة لفتين على الابعة. العمود الاول من التلاتة بقى اللي في الاخر دولت. العمود الاول هشتجل عليه تزايد. العمود الاول التاني. اتنين عمود في نفس العمود. يبقى العمود الاول اشتجل الان تزايد. لفتين على الابعة. العمود التاني هنشتجل فوقي عمود. لفتين على الابعة. العمود التالت والاخير هنشتجل الفوقية عمود. كده هيبقى عندي اربعة في الاول وفي الاخر. اه eram في الاول واربع في الاخر. بدل تلاتة. بقيت الوحدة بالشكل ايضا. بعد كده. واحد اتنين تلاتة سلسلة. لفة واحدة على الابرة. عندي هنا مجموعتين في الفراج اللي ما بينهم هياخد كلاستر. من تلاتة عمود بلفة واحدة متصل. يعني ايه متصل? يعني ما بخلص العمود للنهاية. بخرج من حلقتين بس. ولا فعل ايه? بخرج منهم كلهم. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة. شايفين الفراجات اللي عندي دي? اول فراج هياخد فيه حشو. واحد اتنين تلاتة سلسلة. في نفس الفراج هياخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة. هفوت الفراج بتاع التلاتة سلسلة وابح الفراج التاني هياخد حشو. واحد اتنين تلاتة سلسلة في نفس الفراج هياخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة وهبوح بين الكلاستر والكلاستر في الفراج هاشتغل الكلاستر. مجموعة عبارة عن تلاتة عمود متصل. يعني ايه متصل? يعني ما بخلص العمود للنهاية. بخرج من حلقتين بس. بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة وهندقى في العندقى. شايفين الوسط عملت زي ما بين الكلاستر والكلاستر? خمسة سلسلة. وحشو في الفراج الاول. تلاتة سلسلة في نفس الفراج حشو. خمسة سلسلة وبنفوت الفراج الزغير بتاع التلاتة سلسلة بنروح الفراج الكبير بتاع الخمسة سلسلة وبناخد حشو. تلاتة سلسلة وحشو. خمسة سلسلة وبنعمل مجموعة الكلاستر. بعد كده هنعيد الحتة دي التاني عشان محدش تلربط فيها. لفتين على الابرة وهبروح على اول عمود هاشتغله عمود بلفتين واحد لفتين على الابع العمود التاني هشتغل فوقية عمود بلفتين واحد لفتين على الابع العمود التالت هيخد فيه تزايد يعني ايه تزايد؟ يعني بشتغل اتنين عمود في نفس العمود حيصبح عندي اربع عمود بدل التلاتة واحد اتنين تلاتة سلسلة لفتين على الابع قلنا احنا هنلجي التلاتة دول والتلاتة دول وهنتكلم بصفة الاربعة اللي في الوسط بس شايفين الاربعة اللي في الوسط هم دولار عشان ما حدش التلربط معي لفتين على الابع العمود الاول حاجده عمود اتنين سلسلة لفتين على الابع ما بين الاول والتاني فيه فرار هنا ها هتدخل بالابرة كده وهتردي عمود وطبعا عمود بلفتين اتنين سلسلة لفتين على الابرة ما بين التاني والتالت الفرار بتاعه ده هتردي حرف ال V عبارة عن عمود بلفتين اتنين سلسلة عمود بلفتين في نفس المكان كده عملنا حرف ال V اتنين سلسلة لفتين على الابرة ما بين العمود التالت وربع في الفراج بتاعهم ده هناخد عمود بلفتين اتنين سلسلة العمود بربع هناخد عليه عمود بلفتين كده الاربع اللي في الوسط اشتغلناهم بعد كده تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة لفتين على الابرة عندي تلاتة عمدان في الاخر الاول هاخد فيه تزايد يعني ايه تزايد؟ يعني اتنين عمود في نفس العمود لفتين على الابرة العمود التاني هناخده عمود واحد لفتين على الابرة العمود الأخير هناخده عمود واحد يبقى هيصبح عندي في الاول اربعة عمود وفي الاخر اربعة عمود بعد كده بتقرير تاني واحد اتنين تلاتة سلسلة وهتشتغل الكلاستر مبين الكلاستر والكلاستر بعد ما كان عندي مجموعتين هيصبح عندي مجموعة واحدة طب نشوف اشتغلنا ايه من اول الدور العشر اول حاجة عمناها ارتفعنا اربعة سلسلة واعتبرنا ان ده اول عمود بلفتين في الدور بعد كده العمود التاني اخدناها عمود واحد التالت اشتغلنا فوقيه تزايد يعني اتنين عمود في نفس العمود اصبح عندي اربعة بدل تلاتة تلاتة سلسلة وعندي هنا اربعة عمود في الوسط الاول اشتغلنا عليه عمود بلفتين بعد كده اتنين سلسلة وما بين الاول والتاني اشتغلنا عمود بلفتين اتنين سلسلة وما بين التاني والتالت اشتغلنا حرف الفي عمود بلفتين اتنين سلسلة عمود بلفتين اتنين سلسلة وما بين التالت وبربع اشتغلنا عمود بلفتين اتنين سلسلة وعلى بربع اشتغلنا عمود بلفتين بعد كده تلاتة سلسلة وهيتبقى عندي هنا تلاتة عمود الاول هاخد فوقيه تزايد اتنين عمود بلفتين التاني هنشتجل عليه عمود بس التالت هنشتجل عليه عمود بس تلاتة سلسلة وهنا كان عندي مجمواتين من الكلاستر الفراج اللي ما بينهم هشتجل عليهم مجموات الكلاستر الجديدة بعد كده خمسة سلسلة في الفراج الاول بتاع السلاسل هاخد حشو تلاتة سلسلة في نفس الفراج هاخد حشو خمسة سلسلة وهفوت الفراج الزغير بتاع التلات سلاسل واروح الفرار بتاع الخمسة سلسلة واشتغل حشب. تلاتة سلسلة واشتغل حشب. بعد كده خمسة سلسلة واروح الفرار اللي ما بين الكلاستر والكلاستر واشتغل مجموعة كلاستر جديدة. بعد كده تلاتة سلسلة وبنكرب على العمدان تاني. احنا هافلنا الدور العاشر. فاول عمود بمنزلقة زي ما انتم شايفين ده الشكل بتاع الدور العاشر. الآن هنبتدي الدور اللي احداشر. اول حاجة عايز اعملها في الدور اللي احداشر باني اخد الارباعة عمود دولة كلاستر او متصلين. فعشان كده انا كنت بيرتفع كل دور بارباعة سلسلة. لكن الدور ده عشان هنعمل كلاستر هنبتفع تلاتة سلسلة بس واحد اتنين تلاتة سلسلة. ولفتين على الابعة. والعمود التاني. هاسحاب الخيط كده. ولفها الابعة بخرج من حلقتين. لفها على الابعة بخرج من حلقتين. ومش اخرج من اخي بحلقتين. لفتين على الابعة كمان. العمود رقم تلاتة. لفها على الابعة بخرج من حلقتين. فحلقتين بس. لفتين على الابعة. العمود رقم اربعة. لفها على الابعة بخرج من حلقتين فحلقتين بس. هيت بقى عندي اربع خيوط على الابعة. لفها على الابعة بخرج منهم. كله. بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمسة سلسلة وهروح هنا على اول عمود هشتجل عليك لاصطر العمود الاول بخلق من حلقتين في حلقتين بس لفتين على الابر العمود التاني لفتين على الابر العمود التالت بقى عندي اربع خيوط على الابر بخرج منهم كلهم واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة لفتين على الابر العمود التاني هياخد كلاستر من ثلاثة عمود بلفتين يعني ثلاثة عمود بلفتين متصلين بخرج من حلقتين في حلقتين بس لعمود التاني لعمود التالت بعد كده بخرج منهم كلهم اربعة سلسلة واحد اتنين تلات دي تاني كلاستر لفتين على الابر العمود رقم تلاتة هياخد عليه الكلستر عبارة عن تلاتة عمود بلفتين متصلين العمود التالت لفع الابر بخرج منهم كلهم عملت كام كده كلاستر واحد اتنين تلاتة هامل سبع سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع سبع سلاسل يبقى انا الاول كنت باشتغل كلاستر اربعة سلسلة كلاستر اربعة سلسلة كلاستر المرة دي بعد التلاتة هاشتغل سبع سلاسل وديت هتبقى الزاوية لفتين على الابر العمود رقم اربعة هياخد عليه الكلاستر الربعة بخرج من حلقتين في حلقتين بس العمود التاني العمود التالت بعد كده بخرج منهم كلهم واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة لفتين على الابر العمود رقم خمسة هياخد عليك الكلاستر رقم خمسة العمود الاول ومش بكمله طبعا كله بلفتين العمود التاني ومش بكمله العمود التالت ومش بكمله وبخرج منهم كلهم واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة لفتين على الابر العمود رقم ستة هياخد الكلاستر رقم ستة العمود الاول العمود التاني العمود التالت لفتين على الابر بخرج منهم كلهم طيب احنا كنا لو انتم فاكرين اول ما خدنا الكلاستر الاولى خلص الاربعة عمود اخدنا بعد خمس سلاسل يبقى قبلي بابضو هنا قبل من نروح الاربعة عمود هناخد خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة وخمسة لفتين على الابر اول عمود هردو مش هكمله عشان الاربعة هاخدهم متصلين او كلاستر لفتين على الابر العمود التاني بخرج من حلقتين في حلقتين بس لفتين على الابر العمود التالت بطلع من حلقتين في حلقتين العمود اضرابع بالشكل ده هيتبقى عندي خمس خيوط هخرج منهم كلها بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة يعني بعد ما خلصت الكف ده شايفين ده هسميك كف بعد ما خلصت الزهرة ديت او بقني ده هيجي هنا فاكبين نباس ما بتاعتي اللي هي شكل الاناناسة هاجي هنا انا كان عندي اخي بكلاستر المال اللي فاتت خلاص هفوتها وبروح الفراج اللي بعدها وياخد حشو واحد اتنين تلاتة سلسلة في نفس الفراج هياخد حشو في نفس الفراج هياخد حشو بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة سلسلة هفوت الفراج الصغير في نفس الفراج هياخد حشو واحد اتنين تلاتة سلسلة في نفس الفراج هياخد حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة سبعة سلاسل هفوت الفراج الصغير في نفس الفراج هياخد حشو واحد اتنين تلاتة سلسلة في نفس الفراج هياخد حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة سبعة سلاسل هفوت الكلاستر بتاعت الدور اللي فات وابروح على اربعة عمود على طول هاخدهم كلاستر لفتين على الابرة واباخد العمود الاول ومش بكمله لفتين على الابرة واباخد العمود التاني ومش بكمله لفتين على الابرة واباخد العمود التالت ومش بكمله بخرج من حلقتين في حلقتين لفتين على الابرة واباخد العمود اربعة ومش بكمله هيتبقى عندي خمس خروط على الابرة. لفة على الابرة وبخرج منهم. كله. واحد اتنين تلاتة اربعة خمس. خمس سلاسل وهروحها لأول عمود يقابلني. هاخد كلاستر بين تلاتة عمود متصلين بلفتين. اربعة سلسلة وكلاستر. اربعة سلسلة وكلاستر. بكده هنعمل تلاتة. هنبدأ نشتجل سبع سلاسل ونقرف. طب نشوف اشتجلنا ايه من اول الدور اللي احداشر. اول حاجة انا عايز ااخد الاربع دولت كلاستر فهتفع بتلاتة سلسلة بس. بعد كده هاخد التاني والتالت. والربعة هامر Running طبس متصلين. بتحديد كلاستر مع بعض. بعد كده خمس سلسلة وعندي هنا اول عمود هشتجل فوقي كلاستر. اربعة سلسلة. تاني عمود هشتجل تاني كلاستر اربعة سلسلة. ثالث كلاستر بعد كده سبع سلسلة. وهبدأ اعمل التلاتة كلاستر التانيين ما بينهم اربعة سلسلة خمسة سلسلة وهاخد الاربعة عمودة عندي متصلين يعني كلاستر سبعة سلسلة وشايفين هناك كلاستر هفوتها واباح الفراج اللي بعدها واشتغى الحشب تلاتة سلسلة وفي نفس الفراج حشب سبعة سلسلة وهفوت الفراج الصغير يبدأ واباح الفراج الكبير بتاع الخمسة سلسلة واشتغى الحشب ثلاثة سلسلة في نفس الفراج حشف. وفي كل لاسف كبير فنجي قيهما. سبع سلسلة وفوت الفراج السغي وفوت الفراج الكبير اشتوج dile فنجي. ثلاثة سلسلة في نفس الفراج سبع سلسلة فنجي قيار التفاوري. سبحان ثلاث سلس..'اوهفوت الكلاستر الى تحت الى تحت الى. رات تحت والطول على اربع عمود سبع اخذهم متصلين. وهنقرب بنفس النمرة لنهاية الدور اللي 11 ونرجع في الدور اللي 12 أنا كده قربت خلص الدور اللي 11 عملت السبع سلسلة هاجي هنا شايفين في قفلة الكلاستر ديت بتاعة اللابا عمود هقفل بمنزلك هتفل كده واسحب الخيط واخرجه من الحلقة بتاعة السلاسل كده أنا قفلت بمنزلك كان عندي هنا خمسة سلسلة أول سلسلة باخد فيها منزلكة تاني سلسلة باخد فيها منزلكة تالت سلسلة باخد فيها منزلكة بعد كده من داخل الفراج هياخد أول جبزة حشو وكده أول جبزة حشو معنا في الدور اللي 12 بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة ما بين الكلاستر والكلاستر هياخد حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة ما بين الكلاستر والكلاستر هدخل بالقبرة كده واخد حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة هيقبني الفراغ بتاع السبعة سلسلة اللي كان ما بين التلاتة كلاستر وتلاتة كلاستر هاخد فيه عمود بلفتين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة وعمود بلفتين في نفس المكان يعني كإني بعمل فيه حرف الفي وده هيبقى زي مقلت لكم مكان الزاوية بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة الفراغ اللي ما بين الكلاستر والكلاستر بياخد حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة الفراغ اللي ما بين الكلاستر والكلاستر بياخد حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هنا الفراغ ما بين الكلاستر الأخيرة والكلاستر بتاعت العمودان الاربعة سأخذ حشو بعد ذلك 1 2 3 4 5 سلسل سأفوت الكلاستر بتاع العمدان سأخذ حشو كذلك الفراج بتاع 5 سلاسل خلص فوق الانانسة هنا سنعمل الفراج من 7 سلاسل 1 2 3 4 5 6 7 سلاسل سأخذ حشو 1 2 3 4 5 6 7 سلسل الفراج اللي بعده باخد حشو طبعا ما باشتغلش في الفراج بتاع 7 سلسل باشتغل في الفراج بتاع 7 سلسل 1 2 3 4 5 6 7 سلسلة وهبوح الفراج لبعد الكلاستر اللي تحت ديت هاخد حشو كده بقى عندي كم فراج من 7 سلسلة 1 2 3 هيبقى فوق الاناناسة هيبقى عندي 3 فراجات من 7 سلسلة بعد كده بابدأ تاني 1 2 3 4 5 7 سلسلة وهفوت الكلاستر اللي بتوع العمدان وابروح على طول اعمل حشو 1 2 3 4 5 الفراج اللي بعده ما بين الكلاستر والكلاستر باخد حشو 1 2 3 4 5 الفراج اللي بعده باخد حشو كده انا وصلت لايه للفراج بتاع الزاوية اللي هو 7 سلاسل اللي ما بين التلاتة كلاستر والتلاتة كلاستر هنعمل ايه هنشتغل 1 2 3 4 5 سلسلة ولفتين على الابرة من نفس الفراج بتاع السبعة سلسلة هاخد اعمود بلفتين 1 2 3 4 5 سلسلة لفتين على الابرة من نفس الفراج باخد اعمود بلفتين 1 2 3 4 5 سلسلة وابدأ اكرر تاني ما بين الكلاستر وكلاستر باخد حشو 1 2 3 4 5 سلسلة الفراج اللي بعده باخد حشو 1 2 3 4 5 سلسلة 4 سلسلة الفراج اللي بعده نحن عندنا على طول الي هي الاربع عمود اللي عملتهم كلاستر باخد حشو كده اخد حشو في الخمس السلاسل نبتدي بقى نعمل 7 سلسلة وهنا حشو 7 سلسلة وهنا حشو 7 سلسلة وهنا حشو 7 سلسلة وهنا حشو هيتكون عندي تلات فرارات فوق لانا ناسا من سبعة سلاسل طب نشوف احنا اشتغلنا ايه من بداية الدور هنا اخدت منزلقة في السلسلة الاولى والتانية والتالتة بعد كده من نفس الفراغ خدت وبزة حشو دي اول وبزة حشو في الدور ال 12 خمسة سلسلة وما بين الكلاستر والكلاستر بخدت حشو خمسة سلسلة بين الكلاستر والكلاستر بخدت حشو وصلت للزاوية بتاعت الوحدة بتاعتي خمسة سلسلة وفي الزاوية اشتغلت عمود بلفتين خمسة سلسلة عمود بلفتين خمس سلاسل وبقرر تاني ما بين الكلاستر والكلاستر بخدت حشو خمسة سلسلة وما بين الكلاستر والكلاستر بخدت حشو خمسة سلسلة بعد الكلاستر وما بين الكلاستر الاخيرة والكلاستر بتاعت الاربعة عمدان اخدت حشو بعد كده خمسة سلسلة وفوضت العمدان ديت وبحت هنا في الفراج اللي بعدها على طول خدت حشب بعد كده هيبتدي فوق الاناناسا الاناناسا دي هيبتدي السبع سلاسل سبع سلسلة واول فراج هيقابلني الكبير ده هاشتغال في حشب سبع سلسلة وفي الفراج الكبير ده هاشتغال حشب سبع سلسلة وفي الفراج الكبير اللي فوق الاناناسا هاشتغال حشب بيبقى كده تكون عندي واحد اثنين ثلاثة من سبع سلاسل بنبدأ تاني نقرر خمس سلاسل وحشب لحد ما نخلص بنفس النمط كده الدعب ال 12 ونفجع في الدعب ال 11 انا كده خلصت الدعب ال 12 شايفين بدأ خلاص يبقى مستقيم معايا المربع بدأ يوضح زي ما انتم شايفين كده بقى شكله جميل جدا طيب دلوقتي هنشوف زي هنبدأ الدعب ال 13 انا كنت عملت في اخر فرار قبل الكلاستر بتوع العمدان هنا حشو لكن بداية الدعب اللي انا ابتديته الدعب اللي فات كان بعض الكلاستر يبقى هنخد خمسة سلسلة 1 2 3 4 5 كما السلاسل بروح اول حشو عملتها في الدعب هدخل فيها وعمل منزلك كده انا قفلت الدعب بعد كده انا كان عندي هنا خمسة سلسلة اول سلسلة باخد فيها منزلك ثاني سلسلة باخد فيها منزلك بعد كده من نفس الفرار باخد اول جبزة حشو وده بداية الدعب ال 13 وتاني جبزة حشو يبقى انا اشتغلت في اول فراج ثلاث جبز حشو بعد كده واحد اتنين سلسلة الفراج اللي بعده ثلاثة جبزة حشو واحد اتنين ثلاثة ثلاثة واحد اتنين سلسلة الفراج اللي بعده ثلاثة جبزة حشو واحد اتنين ثلاثة ثلاثة هيعقبني بتاع الزاوية اللي هو حرف الجي عمود بلفتين خمسة سلسلة عمود بلفتين هاخد اتنين سلسلة ومن نفس الفراج هاخد ثلاثة قبل بعز حشو واحد اتنين تلاتة خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة أرجع للفراغ تاني أخد تلاتة جبز حشو يبقى أنا في الزوية اشتجلت تلاتة جبزة حشو خمسة سلسلة تلاتة جبزة حشو دي الوحيد المختلفة عندنا دي بس لا فيه كمان الفراغ بتاع السبع سلاسل بعد كده بابجع تاني اتنين سلسلة واحد اتنين الفراغ بتاع الخمس سلاسل هشتجل تلاتة جبز حشو يبقى في كل فراغ خمس سلاسل باشتجل تلاتة جبزة حشو في الزوية الوحيدة اللي باشتجل فيها تلاتة جبزة حشو خمسة سلسلة تلاتة جبزة حشو بعد كده اتنين سلسلة بروح الفراغ اللي بعده باشتجل تلاتة جبزة حشو واحد اتنين 3 1-2 سلسلة الفراج اللي بعده 3 ربزة حشو 1-2 3 1-2 سلسلة الفراج اللي بعده 3 ربزة حشو 1-2 3 هيقابلني شايفين اللي فوق الاناناسة كنا بنشتغل 3 فراجات من 7 سلسلة التغيير هنا بس 1-2 سلسلة اروح الفراج بتاع 7 سلسلة الشجل 5 ربزة حشو 1-2 3 4 5 يبقى انا في الفراج بتاع 7 سلسلة بشتغل 5 ربزة حشو اتنية سلسلة الفراج اللي بعده 5 ربزة حشو 1-2 3 3 4 5 2 سلسلة الفراج التالت بتاع 7 سلسلة هشتغل فيه 5 ربزة حشو يبقى فوق الاناناسة بشتغل 5 ربز حشو اتنين ثلاثة اربعة خمسة كده التلات فراجات اللي فوق لاناناسة خلصت دلوقتي هنرجع تعيني في الخمسة سلسلة اتنين سلسلة في الخمسة سلسلة بشتغل 3 ربزة حشو في الخمسة سلسلة بشتغل 3 ربزة حشو واحد اتنين ثلاثة اتنين سلسلة الفراج اللي بعده 3 ربزة حشو واحد اتنين ثلاثة اتنين سلسلة عندي هنا فراج خمس سلاسل باخد فيه 3 ربزة حشو واحد اتنين ثلاثة اتنين سلسلة الفراج اللي قبل الزاوية واحد اتنين ثلاثة اتنين سلسلة الفراج بتاع الزاوية اللي هو حرف الفي اشتغل واحد اتنين ثلاثة واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة سلسلة وفي نفس الفراج باخد الثلاثة حشو التانية يبقى ثلاثة حشو خمسة سلسلة ثلاثة حشو في الزاوية ونبدأ نقرأ يعني هنشوف دلوقتي احنا بدأنا الدور ازاي حاجة عملتها اخدت من زلكمي السلسلة الاولى والسلسلة التانية بعد كده من داخل الفراج اخدت الغبز زد الحشو الاولى والتانية والتالتة اشتغلت تلاتة حشو اتنين سلسلة من الفراج التاني تلاتة حشو 2 سلسلة من الفراج التالت 3 حشب 2 سلسلة وصلت للزاوية الزاوية بيشتغل فيها 3 حشب 3 سلسلة 3 حشب وبدأت أكرر لحد ما وصلت هنا لفوق الاناناس فوق الاناناسة كان عندي 30 فراجات من 7 سلسلة خدت في كل فراج 5 grote 1 حشب 2 سلسلة 5 حشب وبدأت أكرر لفقه خمسة سلسلة 3 حشب حشو. وهنقرر كده وهنمشي بنفس النمط لنهاية الدرب التلاتاشر ونرجع في الدرب الارب عبات عشر. كده انا بدأت اخلص الدرب التلات عملت اتنين سلسلة. وفي اول جبزة حشو اخذناها هندخل كده وهنااخد منزلقة. كده انقفلت الدرب التلاتاشر. هبتدي ابتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة ودولة هعتبرهم اول عمود معي في الدور الارب عشر. انا كان عندي هنا تلات جباز حشو الاولى عملت فيها عمود. سلسلة كفراج لفع الابر هفوت الجبزة التانية الجبزة التالتة هتجد عمود. يبقى انت اشتجلتي في الاولى عمود وفي التالتة عمود. التانية ما اشتجلتيش بس اشتجلتي سلسلة فاصل ما بين العمود والعمود. سلسلة هبروح يا عندي تلاتة ربزة تلاتة ربزة حشو الاولى هاخدها عمود. سلسلة ولفع الابر. التانية مش هشتجل فيها لكن التالتة هشتجلها عمود. يبقى انا باشتجل في الاولى والتالتة بس. سلسلة لفع الابر عندي تلاتة ربزة حشو الاولى هاخدها عمود. سلسلة لفع الابر هفوت التانية التالتة هاخدها عمود. يبقى انا باشتجل في الاولى والتالتة. ده هي فيها تلاتة ربزة حشو. لما نوصل للزاوية هنشوف هنشتجلها ازاي. سلسلة. عندي تلاتة ربزة حشو. دولة بتوع الزاوية. الاولى هاخدها عمود. سلسلة. التالتة هاخدها عمود. بقى انا فودت التانية. التالتة كده بادخل وباخدها عمود. سلسلة وهدخل داخل الفراغ ده وهاخد عمود بلفه. خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة. وابجع تاني اخد عمود بلفه. بقى ادي الزاوية بتاعتي. بشتجلت عمود خمسة سلسلة عمود. بعد كده سلسلة واحدة. لسه عندي هبدأ بقى الشجل بتاعي العادي. تلاتة جبزة حشو. الاولى هاشتجل فيها عمود. سلسلة التالتة هاشتجل فيها عمود. يبقى انا ما اشتجلتش في التانية. اشتجلت في الاولى والتالتة. سلسلة. وابدى اقرب بنفس النمط. لفع الابعة. الجبزة الاولى من التلاتة باشتجل عمود. سلسلة بفوت التانية بروح التالتة باشتجل عمود. سلسلة بابدأ تاني الاولى باشتجل عمود. سلسلة بفوت التانية بروح التالتة باشتجل عمود. سلسلة واحدة بروح التلاتة جبزة. الاولى باشتجلها عمود. سلسلة. كفها الابعة بفوت التانية. التالتة باشتجلها عمود. يبقى انا دايما بفوت التانية باشتجل في الاولى والتالتة. سلسلة. دولة بردو تلاتة جبز. الاولى هاشتجل عمود. سلسلة. هفوت التانية وبروح التالتة على طول واشتجل عمود. سلسلة. هنا بقى الخمس جبز اللي انا كنت عايز اقوى بيك ازاي تشتجليها. هي نفس الفكرة. اول جبز هاخد فيها عمود. سلسلة. هفوت التانية وبروح التالتة هاشتجل عمود. سلسلة. هفوت البابعة وبروح الخمسة واشتجل عمود. يبقى في الفراج اللي فيه خمسة جبزة حشو باشتجل في الاولى والتالتة والخمسة. باشتجل في الاولى والتالتة والخمسة. في اللي فيه تلاتة ربزة حشو باشتجل في الاولى والتالتة. في الزاوية باشتجل عمود خمسة سلسلة عمود. وبابجع تاني على الربز الحشو نفس الحكاية في الاولى والتالتة. يبقى ده النمط اللي هنمشي بيه في الدور الاربعتاشر وهنبجع في الدور الفمستاشر. انا كده ابقى بتخلص الدور اللي 14 عملت اخر عمود بعد كده باخد سلسلة وبروح هنا في اول ارتفاع كن عندي اربعة سلسلة تلاتة منهم كعمود وسلسلة كفرار هعد واحد اتنين وفي تالت سلسلة بادخل كده وبعمل منزلك كده افلت الدور عشان ابتدي الدور الخمستاشر هابتفع سلسلة واحدة وفي نفس المكان هاخد حشو ودي اول حشو معنا في الدور الخمستاشر بعد كده من داخل الفراج هاخد حشو واحدة هيبقى عند اتنين حشو لما اجي هاقفل هعمل هنا في الفراج ده حشو هيبقى عند تلاتة على بعض حشو يبقى ما تقوليش هاء الده اتنين بس ازاي هنمشي عند كده كل تلاتا لأ في الاخر ها Galo سبقى هنا في حشو في الفراج ده هيبقى عند تلاتا حشو بعد كده واحد اتنين سلسلة تطفى تعطيلها Rangers 1- والسلسل عمود هواتجل حشوة الأولى و Churchoud و هك сделали الحشوة الثانية و مرةك الدمي في فرات اتنين سلسل سمتلك هفوت العمود من الفرات سمتلك الحشوة الأولى على دماء الحشوة التانية و بين deputy لدينا الفرات من م 별ه نقطة الثوبة ثلاثة ثلاثة و تص говорят اتنين سلسل فوت عمود بعد 2 سلسلة وحالا يستخدم للفراج فقد أجمع الحشو الأولى من فوق العمود أخذ الحشو الثاني ل في يعود بان الثلاثة سفوت العمود بعد 2 سلسلة كومποιاء الفراج السف VER هiane Algun يبقى في الزاوية الوحيدة اللي هكملهم اربعة بعد كده واحد اثنين ثلاثة بس سلسلة مش خمسة ومن نفس الفراغ هاخد الحشو الاولى والحشو التانية وعلى عمود هاخد الحشو التالتة ومن داخل الفراغ الحشو الربعة اضفات من داخل الفراغ الحشو التالتة اتنين سلسلة واحد اتنين نجد العمود اللي بعد نحو الد Shouldn i من فوق العموض الحشوى الثانية من داخل الفراغ lacone اثنين سل både بفوت العموض اللي بعد السلاسل كالفراغ العموض لو شRe على عموض الحشوى الثانية من الفراغ العموض والثر سن 有沒有 سنقوم بت algu red ارة بدءا mudd ارتفعت السلسلة وفي نفس العمود خد الحشو الاولى من داخل church خد الحشو التاني ان اشتغلت اتنين حشو هتقول لي ليش يعنيينها اثنين حشو لان عندما اجي هقفل الفراج الى اشتغل في حشو هيبقى عندي 3 جنب بعض اتنين سلسلة وهافوت العمود من فوق العمود هياخد حشو ومن داخل الفراج الى بعده حشو هيتكون عندي 3 حشو اتنين سلسلة ثلاثا까지 ثلاثا الزراوية الوحيدة اللي بكملهم اربعة حشو. مش تلاتة. وتلاتة سلسلة واربعة حشو. ونكرر بنفس النورة ده لنهاية الدور الخمستاشر ونبجع في الدور الستاشر. انا كده اشتجلت التلاتة حشو. بدوري على بعض. بعد كده. واحد اتنين سلسلة. بفوت العمود اللي جنب السلاسل او اللي بعد السلاسل على طوله. بروح الفراج اللي بعد وبياخد حشو. على الاتنين حشو اللي احنا بدأنا بهم الدور يبقى كده التلاتة حشو. عشان اقفل الدور يبقى في اول جبزة حشو بياخد منزلقة. وفي تاني جبزة حشو بياخد منزلقة. ومن داخل الفراج بتاع الاتنين سلسلة بياخد منزلقة. عايزاك يتركز معي قوي في الدور ده عشان الدور ده عايز التركيز. هبتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة ده كاول عمود معي في الدور الستاشر يبقى تلاتة دولار كاول عمود. طيب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة وده كفراج. ولفع الابرة من نفس الفراج بتاع الاتنين سلسلة. بنزل وبياخد عمود بس مش هكمله شايفة خبقت من حلقتين بس. ولفع الابرة هبروح الاتنين سلسلة تانيين وهكمل اخوة عمود كمان يبقى خدت كلاستر كده. ولفع الابرة باخد من التلات خياط اللي عندي. عمود التلات سلاسل اللي انا اشجلتهم في الاول كعمود. خمسة سلسلة عمود وما كملتهوش خبقت من حلقتين بس. وخدت لفع الابرة ورحت الاتنين سلسلة اللي بعدهم على طول الفراج بتاعهم اخدت العمود التاني وبابده ما كملتهوش وبعدين خدتهم زي كلاستر. طيب. بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة. لفع الابرة في نفس الفراج هياخد عمود ومش هكمله. بالشكل ده. لفع الابرة بروح الاتنين سلسلة التانيين باخد العمود التاني بتاع الكلاستر. شايفين تلات خيوط لفع الابرة بخرج منهم كلها. نكبر بتاني. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة. لفع الابرة في نفس الفراج باخد عمود. لفع الابرة بخرج من حلقتين بس مش بكمل العمود بيتبقى عندي حلقتين. ولفع الابرة بروح الفراج بتاع الاتنين سلسلة اللي عليهم الدرب. بدخل بالابرة باسحب الخيط. ولفع الابرة بخرج من حلقتين بس. بعد كده هيتبقى عندي تلات خيوط على الابرة. لف على الابرة وبخرج منهم كلها. ده عشان اعمل الكلاستر. نكرر تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسل. لف على الابرة من نفس الفراج اللي انا وقف فيه هاخد عمود ومش هكمله. لف على الابرة. لف على الابرة. الفراج اللي عليه الدرب هو الفراج بتاع الزوية. هدخل. واسحب الخيط. ولف على الابرة بخرج من حلقتين بس. ولف على الابرة بخرج من التلات خيوط اللي عندي. كده عملت الكلاستر من اتنين. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ولف على الابرة ومن نفس الفراج بتاع الزوية هاخد عمود بس كامل. يعني ايه كامل انا هكمله للنهاية. بالشكل ده. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة ولف على الابرة من نفس الفراج هياخد عمود وببضل هكمله للنهاية. يبقى الزوية الوحيدة اللي بشتغل فيها كده. وهشتغل تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة ولف على الابرة من نفس الفراج بتاع الزوية هياخد عمود بس بقى المرة دي مش هكمله. يعني هخرج من حلقتين بس عشان اخد الكلاستر بتاعي ولف على الابرة وابح اول فراج بعد الزوية اللي هو من اتنين سلسلة ااخد العمود التاني. بالشكل ده. لف على الابرة بخرج من هون كلها. يبقى الزوية الوحيدة اللي هيبقى فيها تلات فراجات. شايفين? اول حاجة اخدنا منها العمود بتاع الكلاستر بتاع الحلقة اللي قبلها. شايفين? انا عايزاكم تركزوا هنا لما اخدنا هنا عمود ما كملناه وهوش قبل الزوية وروحنا الزوية اخدنا العمود التاني بتاع الكلاستر. بعد كده اشتغلنا خمسة سلسلة واشتغلنا عمود كامل. خمسة سلسلة وعمود كامل. خمسة سلسلة وعمود ومش هيكمله. وهناخد لف على الابرة نروح الفراج اللي بعد الزاوية هناخد العمود التاني بتاع الكلاستر. يبقى في الزاوية الوحيدة اللي هتلاقي عندك تلات فراجات كده من خمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. هنكمل شغلنا بقى عادي خالص. نضيب الشغل كده. لان انا هنشتغل في الجنب. بعد كده. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة. لقفع الابعة من نفس الفراج اللي انا وقفت فيه. هاخد. هسحب الخيط واخد عمود ومش هكمله. هخرج من حلقتين بس. لفع الابعة وابروح الفراج اللي بعده. ااخد عمود ومش هكمله. لفع الابعة بخرج من الاتنين. اهو. هيتكون عندك لسطر تاني. نقررتين. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة. لفع الابعة. في نفس الفراج باخد عمود. لفع الابعة بخرج من حلقتين بس. ما بكملش العمود للنهاية. لفع الابعة وابروح الفراج بتاع الاتنين سلسلة اللي عليه الدرب. بادخل وباسحب الخيط. ولفع الابعة بخرج من حلقتين بس. بيتبقى عندي تلات خيوط. لفع الابعة بخرج من التلات خيوط اللي عندي. نكرر تاني. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة لفع الابعة. وفي نفس الفراج بدخل وباسحب الخيط. ومش بكمل العمود للنهاية لفع الابعة وبروح الفراج اللي بعده. باخد العمود التاني بتاع الكلاستر. هيتكون عندي بالشكلة طيب هنشتجل لحد الزاوية. وابجعتين ايه عشان ااكد لكم على الشغل بتاعها. انا كده اربطها الزاوية خلاص. ده او اخر فراج قبل الزاوية. الزاوية عندي هنا. طيب شوفي بقى انا هعمل ايه? هنكرر تاني اللي عملنا في الزاوية الاولى. هنا انا عملت خلاص قفلت اخر بالكلاستر في اخر الفراج قبل الزاوية. بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. لفع الابعة. في نفس الفراج هاخد عمود ومش هكمله. بخرج من حلقتين بس. ولفع الابعة بروح الفراج بتاع الزاوية باخد بقية الكلاستر العمود التاني اهو. وبخرج منهم. كله. بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمسة سلسلة. وفي نفس الفراج بتاع الزاوية باخد عمود بس بكمله للنهيان كامل. كملت العمود. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ولفع الابعة. وببدو هياخد تاني عمود كامل. بقى عندي فراغين في الزاوية. بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ولفع الابعة في نفس الفراج بتاع الزاوية هياخد عمود بس مش هكمله. يعني الاتنين عمود اللي في الوسط دولت هم الواحدين اللي بنكملهم للنهاية. لفع الابعة بروح الفراج اللي بعد اللي بعد الزاوية على طول باخد العمود التاني بتاع الكلاستر. لفع الابعة بخرج منهم الاتنين. يبقى العمودين اللي في الوسط هم الواحدين اللي بنكملهم عمود خمسة سلسلة عمود. لكن قبل كده الا العمود بتاع الكلاستر اللي خدناه للفراج اللي قبليه وخمسة سلسلة. بعد كده اشتغلنا العمود الكامل خمسة سلسلة عمود كامل خمسة سلسلة عمود بتاع الكلاستر وروحنا الفراج اللي بعد الزوية اخدنا العمود التاني بتاع الكلاستر هنمشي بنفس النمط كده لانها هيتدور بالستاشر ونبقى عشان نشوف هنعمل التشبيك ازاي ترجمة نانسي قنقر